على الرغم من كبار حجم هذه السفينة الأممية الراسية في عرض البحر إلا أن حجمها هذا لم يستطع احتواء خلافات الطرفين المتحاربين في اليمن والتخفيف منها السفينة فوس أبولو تابعة للأمم المتحدة كانت شاهداً هذه المرة على فشل أممي جديد في تحقيق أي تقدم بشأن ما اتفق عليه في السويد بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية بخصوص مدينة الحديدة فقد فشل الجنرال باتريك كاميرت رئيس بعثة المراقبين الدوليين المستقيل في تحقيق تقدم بشأن تثبيت هدنة الحديدة في اجتماع جمع الفرقاء على متن السفينة قبالة ميناء الحديدة مصدر حكومي حضر اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة قال إن الاجتماع تطرق لموضوع خروقات ميليشيا الحوثي والمرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي تشمل الانسحاب من الموانئ والمناطق ذات الأهمية الإنسانية واستعرضت اللجنة خطة تقدم بها الفريق الحكومي في اللجنة حول إعادة الانتشار وآلية الانسحاب من الموانئ لكن ممثلي الميليشيا اعترضوا على الخطوة الأولى من الخطة التي تتضمن الانسحاب من الموانئ وإعادة الانتشار في المواقع المرتبطة بالجوانب الإنسانية الحارجة واشترت انسحاب القوات الحكومية بحدود 15 كم من مناطق وجودهم الحالية ويأتي هذا الاجتماع بعد فشل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في إقناع الفرقاء اليمنيين بنقل أعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى خارج اليمن حيث يحاول كاميرت كسر عقدة الفشل في جمع ممثلي الفريقين في لجنة إعادة الانتشار قبل أن يترك مهامه وقد حرس كاميرت على تجاوز عقبة الفشل في جمع ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة قبيل مغادرته لمنصبه وفي الوقت الذي كان تعقد فيه لجنة إعادة الانتشار الأممية اجتماعاتها على متن السفينة الأممية في عرض البحر لم تتوقف ميليشيا الحوثي عن استهداف المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة وهو ما يظهر تحديها الواضح وانتهاكها الصارخ لكل الجهود الأممية لصناعة السلام في الحديدة